اعزائي المتداولون اهلا وسهلا بكم ومع الاستطلاع اليومي من ديلي فوريكس لا تزال السوق المتوتر والنافر من المخاطرة تحاول استيعاب المعنى الكامل للتصويت لصالح خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي تراجع زوج اليوم مقابل الدولار الامريكي بشكل كبير جدا بسبب التصويت لصالح خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي ولكن تحدد القاع عند مستوى 1.09 سجل زوج الدولار الامريكي مقابل اليوم الياباني ادنى مستوياته في عدة سنوات عند 99 بعد الاعلان عن نتائج التصويت الاسبوع الماضي ولكنه ارتفع بعد ذلك الى مستوى 102 ارتفع زوج جينير استيرليني من قابل الدولار الامريكي بقوة هذا الصباح وتم تداوله فوق مستوى افتتاح هذا الاسبوع ولكن التقلبات عالية على اي حال شكرا لكم وتداولا موفقا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة